موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الكويتية التي عنوانت تحليل جديد للدم يعزز آمل اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة قال باحثون أمريكيون إن تحليل للدم يبحث عن حمض نووي مرتبط بالأورام كشف الإصابة بالسرطان في مرحلة مبكرة لدى أكثر من النصف بين 138 مصابا وهو ما يمثل إنجازا مهما جديدا في التسابق نحو هذا النوع من التحليل ويأمل الباحثون أن يسهم تحليل الدم الجديد في تحديد أورام السرطان إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت البلابس عديمة الرائحة تقيم لدغ بعوضة النمر المسببة لفيروس زيكا قدم مختصون نصائح يجب أن تتبعها الأم لحماية أطفالها من لدغ بعوض النمر الذي ينتشر مع فصل الصيف الناقل للأمراض الخطيرة كفيروس زيكا وأول هذه النصائح وارتداء ملابس غير معطرة بعطور الزهور التي تجذب البعوض ويفضل وضع الملابس قبل ارتدائها في المبيدات الحشرية وتركها لتجف إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت استيلاد فئران سليمة من ذكور عقيمة قال فريق بحثي ياباني أنه تمكن بالتعاون مع بحثين بريطانيين من استيلاد ذرية تتمتع بصحة جيدة من فئران ذكور مصابة بالعقم وذلك باستخدام خلايا جذعية جينية وأوضح الباحثون أن الفئران العقيمة كانت مصابة بمرض يدعى التثلث الصبغي الكروموزومي المرتبط بالعقم إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت النوم في الظلام يحمي النساء من سرطان الثدي كشفت الأبحاث الجديدة أن التعرض للضوء في الليل يرفع خطر إصابة النساء بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 14% وكلما زادت قوة الضوء الخارجي الداخل من خلال نافذة غرفة النوم يزداد خطر تطور المرض عند النساء ووجدت الدراسة أن جميع الممرضات العاملات في المنوابة الليلية معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت تفشي إنفلونزا طيور في مزارع الصين رصدت وزارة الزراعة الصينية تفشيا لإنفلونزا طيور في مزارع جنوب غرب البلاد وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها رصدت تفشي فيروس H5N6 في مدينة لوديان ترجمة نانسي قنقر